عقد في العاصمة عدن اجتماع خاص لمناقشة المشاريع المنجزة والقاري إنجازها بتمويل من صندوق سيانة الطرق والقشور المركز الرئيسي عدن عبر وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس واستعرض الاجتماع الذي ترأسه المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق سيانة الطرق بحضور ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس مستويات الإنجاز لعدد من المشاريع في كل من عدن وتعز ولحي والمكلة وأكد المهندس معين أن نسب الإنجاز في المشاريع تراوحت بين ثمانين وتسعين بالمئة مشيراً إلى أن المشاريع المستهدف تنفيذها من قبل مكتب اليونيبس سيتم الانتهاء منها في القريب العاجل